بدأت أولى تجارب على لقاح محتمل لفيروس كورونا في مدينة سياتل في ولاية واشنطن وستجري فحوصات على 45 متطوعا شابا معافين ويمول التجربة مع حد الوحوث القومية الصحية في الولايات المتحدة ومن المتوقع أن تستغرق التجربة ما بين عام إلى عام ونصف من أجل التأكد من فعالية اللقاح المحتمل في الصياق اشتركوا في القناة